السلام عليكم البنات كديرين لبس عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واشركم بروكة اه دخل عليكم الصحة والسلامة هادي ايام يعني قد قليل على شهر رمضان ان شاء الله بيدخلوا لينا بخير وعلى خير بغيت نتبرتجي معكم وصفة دي الحريرة صحية يعني ما فيهاش دقيق ما فيه حتى شي حاجة يعني ما فيهاش شعرية اه دورتها بروح المكوين اخر وغادا نتبرتجي معكم اه تقضية ديالي بزاف ديال البناز قالوا لي في المبشي هكا تقضي ولا تاخذي شي حاجة خيس نتبرتجي معنا وبغيت نتبرتجي معكم نحوي الجات اللي اخديت وهكا يعني نبغيو النوع هكا في شهر رمضان يعني مش دائما الوصفات اه اكيد مني كي جي شهر رمضان كان بغو ناخدو هكا معنات باش ننزينو الطاولة ديالنا اه كان مهم كي عجبنا نغيرو صافي رمضان مهم ديال التغير اكيد ديال العبادة عادي بدون شك ولكن حتى كيلعب على على بزاف ديال الحواج النفسية ديالنا كتكون زوينة وكنكنو فرحانين ومتشوقين لهاد الشهر هادا وغادا ندوز دابا باش نبرتجي معاكم الحويجات اللي اخديت ما اخديت هاد زليفة هادو هاكا كنستعمل لما التقديم ولا لصالات هاكا مني كنكون اللي نحنا هاكا مني تنكونو ناكلو ذاك شي مهم هاد نبعنات يالله اخديتو مو صارحة زوينين وقلت حلاش اللامون بارتاجي ومش معاكم هادو كيتباعو يعني كل بياسة بوحدها ماشي كيتباع ماشي يعني انسامبل هادا غير يعني كل بياسة تاخذيها بوحدة اخديت هادو كزليفات وهاد ليتاس ديال القهوة اخديت غير جوج كما انه يعني اغير انا وزوج ديال يعني ما كنش يعني هاكا في شهر رمضان كنو هاكا على الطاولة ديال الاكل كيجو زوينين ومع انا هاد طبلة هادي اللي عندي في الكوزينة يعني غالبا كنا ناكل فيها لانا القلسة فيها مريحة وذك شي ويعني ما بايتش ناخد شي لون اللي كيكون يعني داكن خعج بيني وحد الوينات ان شاء الله حتى هم ما غدا ناخدهم يعني ضروري خاصني ناخد لها شي حاجة اللي يكون لون دياله فاتح باشتباع فوسط الطابلة لان رخها ما عندي في الكحل وما جينيش نديلي هاكا شي لا نابودك شي ما كيشيش معاها لانها كبيرة بساف كيما لحتو اخديت هاد يعني السربيس يعني فيها صغير ورين يعني انتوسط باصل الكبار انتوسطين الصغار يعني كامل تقريبا بالنسبة لجوج ديال الاشخاص وان شاء الله كل مرة بقى نزيد هكا منهم لانهم دائما كينين وكيتباعوا يعني البياس الوحدة صارحها زوينين وتمن ديالهم يعني مناسب ماشي رخيص ماشي غالي مهم زوين يلا بغينا نغيره اكيد ماشي دائما كان بقى نشري والما عند وانا ما كينشي مرات هكا كان بغيو ان كان بغيو نجدو كيلعب لين انا كنت حال فما نشري حتى شي حاجة لانا ما نقدرش نقول لكم كوزينة عندي ما خليتش التحت حطة فوحد يعني فوحد الخزين حتى هو معمره التحت في الدار عود هاد الكوزينة رها عمرات بزاف وقلت ما بقى نشري حتى شي حاجة وانا اتصحاباتي دبعا مكيت تفرجوا فيها وحد صاحبتي كتقول لي يا جاميلة اخر مرة لقى كشري تيشي حاجة دي الماعن لاناك صافي حبسي حبسي من الماعن فعلا عند الحق ولكن دائما تغير ماشي دائما كتمل لي من كتقي تشوفي شي ماعن يعني كل نهار اغتو كما قلت لكم يعني فهد الشهر المبارك كان بغيو نغيره واخدت هاد هاد اللي كهد اللي كنستعمل الفرن اخا انا كنا اخد منهم عندي منهم عداد ولكن كنسة غالبا كنسة وكنستعملهم مش هلاش كتشوفوا حد الحقر هكينا في يدي واخدت هاد اللي مول هادو واخدت جوج هاكا ديالي كاك طراحة زوين انو اللاكاليت ديالهم مزيانة واخدت هادك سباتيولا حتى هي بحالهم ورا عندهم هادو كجنب باش نشدوهم من ديال السيليكون وش هكا ما تحرقمش واكتر اكتر حاجة عجباتني فهد هادش اللي خديت وهو ما المقالي صراحة زوينين وعندي لابلاك ديالي هاد اللي كنطيف منها انجيكسيون يعني مش يكون شك يعني كنتستعمل فيها صعيب تلقايلي هادك شي اللي كيوالمك بعض المرات كيعجبوني شي هويج ولكن ما كيصلحوش لها هي يعني كان نجيبه اما كان قراش بعض المرات كان طحف مشكيل وكان صدق يعني غير محطوط طين وخا عندي الحديدة الحديدة باش كتوصل لي هادك الحرارة للمقلا كيكون يعني كتاخد لي الوقت بزاف وكتضيحت الضو واختيت هادوك البواطات اللي شتون ديول البلاستيك اللي وليدة ديولي يعني اللي نوجد فيهم هكا اللي طاقتين اللي كيتدو فسباح ووجد لهم حتا ديول واحد البواطات كبار هكا نديلهم فيهم مثلا طيبت لهم لبات او اللي شي حاجة هكا ما يمروز ولا يعني اي حاجة درتريم هكا تتبقى مزيانة وكتحافظ على السخونية ديالا مغانوريهم ليكم اختيت يعني ثلاثة ثلاثة صراحة زوينين وبلاستيك سحي هادو من نيوزيلاندا انا غاي قريت نيوزيلاندا وانا نتفكر ذاك المشكل اللي كان وقعه وكي ما كتلاحظوا رهاد يعني كتبين اللي رهاد كتبقى الماكلة صغونة ومحافظة للدرجة الحرارة ديالا وكين فيهم انواع يعني كين صغار انت وسطين ويمكن مربعين اشكال من الحسب بكش اللي كيبغي كل واحد وغمقى نزيد لهم هكا وحيدين يعني ما شي مشكل صراحة باش تبقى الماكلة زوينة وتبقى محافظة وانا دائما كنشري اللي بات ما كيستقوش ليه كيكون فيهم اما كتخسر اللي هم هذي اللي كنصد منها يعني ما يمكن بايما كيوقع شي مشكل فيهم وهادو بانولية رهاهم زيانين وحتى في الاغلاق ديالهم يعني مني كتسد لهم كيكون كيكونوا مزيانين بما انها تقريبا يعني رها العطلة مبقى لها والو رهم يستعملهم حتى يعني في العام الماجي هادو رهمش يغلو ليدات رح تل الكبارين هاكا الناس اللي تيكونوا خدامين كيما لحتو يعني السرفيس كيبان مقادل طبيصلات وذك شي زوين كنحمسكم تنتو ما باش تاخدو هاكا وغدا نبرتجي معاكم تقضية ديالي يعني اللي كان تقضى عادي يوصافي مهم الاسماك لقيت واحد تخفض اللي مش يتخفض يعني كبير شي شوية وصافي دائما نقديروها كدوليز كبير سويا شي حاجة قليلة مهم الاسماك كنوا عارفينهم احنا كنستهم يعني انا فضار عندي كنستهم اكتر من شي لاخر ممكن بايش هاك نبقى نحط لكم كل نهار وصافة جول اسماك وممكن بايش نبقى ننوع عليكو مصافي خديت هاد المخالة هادي اللي غدا نستعملها في سلو وكندي راح تف الخبز وكندخلها في الزبت الحواية الصراحة غزالة وليت مدمين عليها واخديت هاد البلاستيك ديال الكونجيلاتر يعني اللي نستعمل فيها مهم الأسماك ولا كانت مثلا نحلى ولا الخضر ولا الدجاج ولا مكفتة مهم وهادي كرا غير يعني الأسعالات وهدو بونجات ديالة يعني ديالة اللي كانغسل بهم لماعا وهدو لبيسكويت الولادي وهدك البيض أنا كان أخذ لهم البيض الصباح دائما كانفطر ولداتيهاك كان غالبا يعني 80% كانديل لهم البيض مع الخبز الصباح وزيت الزيتون كانبزو عليهم واللفوه لأنه صافي ولات عادة أولا كانديل من ديك الشربة دير الشوفان حتى هي زوينا وسهلة وسريعة يعني ما كتاخدش لكم بزد يالوقت قريبا واحد يعني كان زميني تكون حتو طالكم فوق الطبلة وتحاول السيدة أنها الطيبة هكا يعني مني تفيق يالله تفيق تح العينيها وتغسل وتفضى ذاك شيء تمشي ترده يالولا وتخوي عليهم هكا بزلي يعني بش تبرد عادة هم تفيقهم يغسلو حكو سنانهم وذاك شيء باش بينو ما هبطو يعني باش يياكلو يلقوها بردات وذاك شيء وما تحرقهمش وبقو تتعملوش شوف أنا البنات راه صحي بزاف لوليداتكم واختيت الحامض أكيد الحامض اللي ما أنا فالطهر ما كنقدرش نتصغن عليه صراحة مهم بزاف وكنحتاجوه بزاف ديال الوصفات ونديرو هكا في العاصر واختيت شوية ديال الخضار بستاش الليمون ليقوفخ اللوز مهم بايت نتبرتجي مع البنات لأنه كيعجبوهم هكا هاد بحلال الفيديوهات هادو كي يحمسوهم وكي اكيد البارح السبت بزاف ديال السيدات كي يديرو ليكوز ديالهم واخديت الحمص اللي عندهم غزالة للبنات في الدليز عندهم الحمص زوين ذاك الرقيوق والجودة ديالو عالية وانا ارى الحمص ع ذاك الرقيوق كنا اخطو لأنه ما كنحتاش هكا نقيه ولنحيد لي القشور يساعدني هادا بابي كويسون في عشرها ديال يعني عشرها ديال المتروات كانت قادلية صراحة وما طيمن كمش انتقدك انساه وهادي التومة المطيشة 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 مركزة وهاد هو يعني الحوت هكا في البواطة وهاد النوقة هادي كتعجبني غزالة للبنات كتعجبني صراحة وهادي كمسكة هزا ولدي هزا هو ياللي ككل مسكة كداش غير جبتها وخبيتها لانه عارفها غادي بقى علي عند ضغفها ويلوح غاين ضغويلوح كلي غادي تهلك ذاك لماشوا غاديها لك وهذا الروز الاسمر هادا صحية البنات تاوي يعني كنمغن نتبرتجي معك من الحويجات اللي كيكونوا صحيين انا غالبا كنناخد منتوجات اللي كتكون يعني صحية وكنحاول نقلب ما امكان انني ننوع ونشوف اتمينة بعض المرات بحال هاد طون هادا كينتخفض يعني مشي ننهي الكوروسنا نقلبو هاكا الحويجات اللي كيكونوا هاكا نقصين في الاتمينة شي دائما وانما مره مره ناخدوه حاجة اللي مزيانة وحتي بعض المرات السيدات كتبضي عليهم كيدعولهم الفلوس ديالهم غير في شي حويج يعني يعني كما نقلو احنا يغرر مني كي يجي ويقلبو كي يلقاو مش هتغيف شي حاجة اللي تافى والله هم ما تشيف منتوجات اللي نستهلكوها احنا في الكرش ديالنا وتكون مزيانة وصحية اه وكما لاحظتو هادي هي التقضية ديالي ومغدا نكمل معاكم وكان كانت القضية يعني بعيدة عليه شوية كان مغدا نقرب الله حسب الاضاعة بش باليكم واختيت اللوز هادي اللوبيا وغدا نكمل لكم البنات على ذاك الحمص اللي يدرت لكم عليه يعني ما كنحتاش نقشره لانه رقيق الحبة دياله رقيقة راكينا عندهم ديال جوج كيلو حتى هو الصاشي الاسود ان شاء الله هذا بنجيب تقضية ديال رمضان ونبرتجي معاكم وهد الفرماج هادا دك ديالي انا لكي عجبني صراحة وهد الفرماج غزال ونقوش لكم عليه بلدات يالو وابنات بلجيكا اكيد رام ما كي عرفوه الى كان في مشو بسابتي البنات انا حدوليز قريبة لي وصافي كيزني الترام من الباب كيحطنا في الباب تياله تشيلهاش واخديت العسل لانه اتخذ هاني العسل الاخور كنت استعملته في المقروض وهاد العسل هادا جت وغادا نستعمل من نفس اللو وغادا نشوف يعني شي مع السلات هاك كلا صيبتهم رام ببرتاجيه معاكم وكي عجبني لاخديت العسل ناخد العسل يعني اللي كي يكون مزيان كي نصبق لي وقيت ليكم يعني رامدان راه ماشي كله نهار وكي يجي غير مرة السانة وحاولوا ما امكان انه اني لكان شي منتوج زوين هاكا يعني نستعملوه يعني ماشي مشكيل هاكا مرة في السانة واخديت هاداك الدلاك هاداك هاداك خديته لصاحبتي صراحة كنت وعدتها اني انا نجيب لها يعني هاداك الدلاك وغادا نضيه ليها ان شاء الله وهاداك كسكسو خديته الراجلي يعني صحي هادوك البومبون وهادا العدس حتى هو ومعندهم كل شي يعني باش كي سهلوا عليك دليز فيها كل شي ما تبقيش حيرة يعني جامعة قاعد ذاك شي اللي كانحتاجوه اللي كانحتاجوه ذاك شي اللي تيكون عند المغاربة قاع ومعندهم وبعض المرات كي ما اكتليكم راه كلقوا شي حواج اللي فاتمينة مناسبة ومعندهم اخديت الزيتون كي ما لاحطوا في الصوار هادوك بلاستيكات ديال البوبايل حاشاكم واخديت هادتمر هادا هادتمر عندهم زوين وهادا الورقة هادي ديالا الروز حتى هي نحتاجها ان شاء الله نتبرتجي معاكم شي وصفة وهادا الخبيزات هادو ديالا هادو ديالا هني ديالا هنود فيما ديك العطرية ديالهم هادا نجربهم صراحة عمري ما جدتهم اول مرة يعني اجبوني هادا نجربهم كبيرين وهادوك هادوك الولادي ديالا ها سيرو ديك شي مهم راكم عافين ديك شي ديالوليدات عني كتكن بشي نضرب طورة هي وعادة كنرجع مهم كان ما ينقرر البنات يعني حسب المنتوجات اللي كان ناخدوه يعني بعض المرات كن نشوف شي حاجة عن الصحتي كنقول لي منين خديتيها ما كنردش البال وعندهم لباربحتها هي طرية اخديت منها زوينا بقى بطراب ديالا وهدك هديك السالمية السالمية زوينا البنات رها صحية عنده بزاف ديال الفوائد مهم البنات غدا نخليكم باش شوفوا هادو لي زون ديب فلفلة حارة هادي زوينا حتى يلقيتو مجيبينة هاد المرة هادي جديدة وانا منعشق فلفلة الحارة هاد الفجل هادا والفلفلة الخضره حتى هي هادي ما كتختانيش فضار كتعجبني صراحة كنديرها فليسالات هكا فليق غادتان كتجيف بزاف ديال حوايج وهدا الحامض الخضر وانا كي عجبني جد الحامض الصفر والخضر صارحة دوليز عنده خضره زوينا يعني لك اللي تدي الخضر عنده صارحة مزيانة بالساف اكيد البنات اللي رايك يمشيوني عارفين خضره دياله كتصبر يعني ماشي كتجيبها وكتخسر لي كل هادشي واختيت القرعة احتى هي اكي ما كتلاحضرها بالكاشي دياله يعني زوينا واختيت اللفت صارحة كنستعملهم ماشي غالكسكسورة كنديرهم فليسو هاكا فلشوربات واختيت المونغ هاد نكمل ليكم لانا ذاك الشي بقال هي نعود كنجيب من كما كتليكم الطابلة عندي عارضة بساف و وماني كتتحط الحاجة خاصت كتمشي تضربي لها الطورة باش تجيبيها قريت هاد لي زي بيس هادو كي عجبوني يعني كمية اللي قليلة ولكن فيها عطرية يعني فري كتحسي بها انها يعني ماشي بخلطة ولا شي حاجة يعني ماداق ديالها غير العطرية اللي كنناخدو هادي كل اللوبياها الكورنيشون هادا الكرافس جدر الكرافس التاوة كنديرو فالشوربة كنديرو الوليدات انا كما كتليكم ملاديرها الخضراء كيكلوها كاملة تقريبا ماكينش كيكلو شي غير بسباس هو اللي راه شوية عندي معاه مشكل ماكيبغيوش مايقبلوش بسباس و هو اللي مكيعجبوش ملو بياه وهاد شي كامل كيياكلوه فلفلاء كل شي كيتكل واختيت الفلفلاء ماكيش الخضراء اللي دائما كان لقافيها مشكل يعني كتعجبني انا هادي النوع الفلفلاء هديك العريضة شوية ماكتعجبنيش ويعني هاديك مايمكن ديرها مع مراه ولشنو كتجي حسن بالنسبة لي انا كيلي كيبغى ديك الاخراء ديك العريضة وهادا العسل اللي جتو الولادي وهكى بش هدا ديالو زوين هكى لمرضو وذك شي كي نعطم ديك المعالقة وهدا البوارو والخيزو اختيت غير يعني بلاستيكة واحدة كي ماكتلكم رحمة بعيدة شرية دوليز انا تكمشي لها جوج مرات السمانة يعني قريبة بزاف وهداك تفاح انا عندي في القناة بزاف لبنات ساكنين في بلجي كاب وكيبغوني مبرتاجي معهم الوصفة عفوا مشي دائما الواصفات هكى حتى المشتريات تقضيها وذك شي هداك الخل ديالتفاح اللي حتى هوا كنصحكم بها البنات دائما توقعوا تشيروا الخل ديالتفاح وزيد الزيتون هذا الخلد ديالتفاح البنات رحم زيان هكى الأمعاء في الصباح تديروا معايا القدير الخل مع الماء كاس كبير ديالما وتشربوه يعني على الراق رحم زيان كيداوي يعني كيداوي المسارن والناس اللي كيدا رحم المسارن ديالهم وعندهم ليقاز وذك شي رحم صحي بزاف وما تخافوش رحم يدل تقرحات لحت شي حاجة بأنها نخلي التفاح مزيان وهده هصير الوليدات واني والحق الحق ديال السردين ماشي السردين هده كي حاجة آخرة وهده ليشو هده؟ هده حتى وما كنديروش غير فكسكسو كنديرو فكسكسو وإنما كنديرو هده فلصالات او لانديرو فالطاجين كيجي رائع علي البنات منقوش ليكي محيدوو لغيداك الجدر الوسطاني كيجي غضال بزاف ما تشبعوش منوك بحيلاك التاكل الدك إجير طب بزاف وهم جربو هلبينات وكيجي في ليسوب هكا شوربات كيجي رائع وهدك الزيت فريت أنا مار كنديرش الفريت علي البنات أنا لذيرت الطاطة كنديرها غير في الفورن ادكش اجتغيبوش هكا كنستعملو اللي تكشيد الحلوة اللي اللي غنبطجي معاكم ان شاء الله في رمضان وهدك الخبيزات ديك الخبز الاسمر اللي ديك الباقيت زوين هدا اللي دائما كنجيب منه جج منه جوج ديال يعني ربعة في ربعات ربعات ديال تمانية ديال الباقيتات صراحة صحي وزوين وهدي كرواصة يعني جتها الولادي يعني جتلسة ديال الكرواصة تمنع شي بزاف وان شاء الله غادر نبارتاجي معاكم الكرواصة تصيبوا في الدار ديالكم وبكمية اللي وفيرة وتحتفظوا بها ان شاء الله وهندوس معاكم اللي البرودويات اللي خديت هاك التنظيف وذك شي هادا خديتو باش ركو عارفين يعني اللي كنخوه دائما هادا تخوه في يعني في الطوالة ديالكم اولا في ذاك ديال الكوزينة اللي في ديال الكوزينة تخوه فيه راكي كيحيد لكم ميبقاش مخنوق وذك شي وهدا الملمع ديال الكوير هادا غادا نستعملو اللي لال الفوت داي يعني كي كيلمعو كيحيد منو لي الطاش مهم كيخليها كيخليها نضيف خديتجوج اني كل واحد ولاش وهدا ديال هادا كي يعقم الماكينة شغل الماكينة ديال الماعن وانا محتى ديال تصبين كي نقي هاكا غالي ماشين وذك شي كيخليهم كيحيد منو ذك اللي تكون فيهم واختيت الاخر ديال كيزيل الرائحة وده بغن دوز باش وشوف معكم مقادر ديال الحريرة اللي غنستعمل يعني الحريرة الصحية بغن دوز دبا المعقول الماكلة عندي قصبرو مدنوس مقطع الحمص اللي كتليكم صغير هاكا كان نرتبو بالقشرة ديالو وعندي الكرافس قطعتو حتى هوا رقيق عندي العدس بغسلتو حتى هوا زلافة ديال شوفان وعندي مع القومس كبيرة ديال ماطيشة ديال الحب او طماضي مركزة عندي ثلاثة الحبات ديال ماطيشات يعني مصولين بصلحتين قطعة وندوز لبل التوابيل عندي الكوركم فلفل احمر بودرة زنجبيل فلفل الابيض ربع كاز ديال زيت زيتون شوية ديال القرفة غير رس المعلقة والملحة الكافية ومعلقة صغيرة ديال السمن اللي كيعطيو حد نكهرة على الحريرة واللي معدوش بلاش يعني ماشي بالطارورة وعدي ندوزو باش نقطعو الطماطي انا غنديرها بالقشور دياله غنحيد لغي داك القلب دياله الخضر والبنات باك نصحكم باعدو من هدو كل دامات ديول بنا متستعملو مش نارا ما كان دخلو مش لدار ما كانتستعملو مش بالمرة وخاها ديك ديال السمن ولكن ما كانت من نوع ديالها فضلو انكم تستعملو جدك قاعد ديك دامات السمن بنقص منها ولتشريوها لانه صراحة رامي شي صحية ما كانت نحكمش بيها يعني ما انا ماشي من الناس اللي كيستعملو لهكا الدامات ديول بنا نازل ديك الدامات ديال الزعفران كنجيبها شي مرات الى اضطريت هكا لحسب لغون شي حاجة وصافي يعني ما كان شريهاش حتى هي وكي ما رحتو قطعت الماطيشة هكا بالقشور ديالام بعد ما اغسلتها مزيان وكي ما اصبق لغتليكم راني كل شي كنا نرقضو في الملحة يعني هدي وليت عندي عادة عادة كنغسلها مزيان وكنقطعها هديك الملحة كتحييذ ذاك الدوية يعني كان من ذاك المواد الكيموية اللي تتكون عليها كتغسلها اعفون كتمص ذاك البرودوي اللي تيكون مرشوش كما لاحظت هاد الماكين هاد الرافون هاد الروبو هاد اغزال هكا كي ساعد واحتل يعني اللي بغا تستعمل هكا في الموني ناكس كتدير رشكي سانديو الماء او لكاز ديال الماء وكتقطع فيه بسلامة طيشة بنفس الطريقة كتدوهر كل شي تحنو يعني يعني مشي بالضرورة تستعمل هاد هدي بحال هدي اللي استعملت انا يعني بتحند العاصر وصافي وكي ما لاحظت وضعت الزيت الحماص العدس القصبر مع دنوس كرافس والبصلة وما طيشها يعني خطيط طنجرة على النار وده بغا نوضع توابيل اللي هي القرفة سكين جبيل فلفل ابيض بودرة الفلفل احمر بودرة الكوركم اكيد هو السيد ديال ديال العطرية يعجبني لكوركم طبيعي انا كنجيبو معيه من المغريب كنطحنو كنجيبو معيه بكمية كبيرة وغدا نحتافظ بشوفان وبالطماطم مراكزة جانبا انا البنات الحريرة كنقليها شوية يعني اختياري كي اللي غي كي يجيب المو يخويه انا لا انا كي يجبني نقليها ومشمل ريحة ديال الحريرة فالطار مشي مني كتتديروها كتتقلها هكا مع بذيك البصلة وذيك شي غي شوياني مشي بزاف حالة تشكل هذا كتتعطي واحد من نص ما فالطار والحريرة يعني الحريرة دوصح كتتشموها فالطار ومن بعد ما تقلت ليها ديك يعني ديك المكونات كام لمها بعض هازت الماء كافي وغطيت عليها شوية يعني حتى حسيت بالمكونات ديالي يعني طابت غدا نزيد عليهم هاد الماء القومز ديال الطماطم مركزة ما لحتو هنا را الحريرة ديالي طابت يعني الحمص طابت ديك شي كله ودك الحمص صغير ورا ما كياخدش بزاف ديال الوقت عندي الشوفان هاد الشوفان هادا اللي استعملت انا ماشي الشوفان هادا اللي بحلي كاين فليدل هادا الشوفان ديال خرطال ما كياخدش بزاف الحريرة انتو ما يمكن لكم تستعملوا غير هادا اللي بغا الحريرة شوية تكون عاقدة وتقيلة استعمل الشوفان العادي اللي كاين هاكا فليدل ودك شي راه التامان دياله اللي هو بسيط جدا يعني رخيص كان فضل لكم انكم تستعملوا وعلى دك الطحين راه ماشي مزيان الحريرة تكون تقيلة وتقليكم للمعدد ديالكم فرامدان وتحسوا بوحد الخمول ووحد منجربوا لبنات هاد طريقة هادا اللي كتليكم راه غزال هاد الوصفة هادي وابنات اللي كيبغوها تكون خفيفة ياخدو الشوفان ديال الخرطال بحلي هادا اللي خليت انا صراحة ما كتعجبنيش الحريرة تكون تقيلة بثاف كي ما قتليكم اللي بغتها تجيها تقيلة تستعمل الشوفان العادي راه كيديرها تقيلة وما تكتروش منه لانه غير نسكاس راه تبرك الله كيختر حسن لكم ذاك طحين وهنا راه كل شي الحريرة ديالي هواجدة وكنتمنى ان هاد الفيديو يعجبكم وما تنسوش البنات بارتاجي والفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب وتديروا لي لايك نتمنى انكم تديروا لي لايك باش هكا الفيديو ديالي يطلع ويشوفوا لبنات الخرين وكنشكركم على المشاهدة